السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاجتماع المهم للمستشارة ورؤساء وزراء المقاطعات. طبعا فيه مسودة قرارات بشكل عام يعني تم تسريبها وعبي تم تعديلها الآن يعني حتى بشكل ساعي تقريبا. فآخر مسودة للقرار رح نطلع عليها في فيديو اليوم قبل الاجتماع. مشان نشوف شو القرارات اللي رح يتم اعتمادة اليوم من قبل المستشارة ورؤساء وزراء المقاطعات. ولكن رح نبدأ بعدد الحالات لانه اهميتها هي اللي عب تحكم كل الاشياء والقرارات اللي رح نشوفها اليوم كمان. فعدد الحالات الجديدة المسجلة تسعة تلاف وتسطعاش. الانسيدانتسال اربعة وستين وعدد الوفيات اربعمية وثمانتاش خلال اربعة وشرين ساعة الماضية. وهالاحصائيات هي اللي رح تلعب دور كبير في تحديد مدى تخفيف الاغلاق او شو الاشياء الممكن ليتم اعادة افتتاحها حسب الانسيدانتسال تحديدا. من حيث المبدأ من المتوقع ان يتم تمديد الاغلاق حتى 28 ماتس يعني تقريبا حتى نهاية هذا الشهر. هذا التاريخ الذي تم تسريبه لحد الان ولم يتغير في كل مسودات القرار التي صدرت لحد الان. النقطة الاولى من المتوقع او الموجودة الان على مسودة القرارات هي اعادة السماح لعائلتين بالالتقاء. ولكن على ان لا يكون مجموعة الاشخاص اكثر من خمسة اذا خمسة اشخاص من بيتين مختلفين سيسمح لهم بالالتقاء مرة اخرى حسب مسودة القرار. بالنسبة لا يعادة افتتاح المحلات من حيث المبدأ لم يتغير شيء. المطلوب لا يزال ان تنخفض العدد الحالات الانسيدانتسال تحت 35 لكل مئة الف مواطن مثل الاجتماع السابق. ولكن الشي اللي شفناه نحن انه عدد الحالات او الانسيدانتسال ما نخفضت الى هذا الرقم ابدا ولا مقاطعة في المانيا. وبالتالي ما تم اعادة افتتاح اي محل منذ الاجتماع السابق. ومرة اخرى الان شا نكون واقعين. شفنا الانسيدانتسال نحن اليوم كان عنا 64. فمن غير المتوقع انه تنخفض الانسيدانتسال الى 35 بهذه السهولة. وبالتالي قطاعات الاقتصادية المختلفة عبتضغط الان على المستشارة على الاقل لتعديل هذا الرقم الى الرقم خمسين. يعني قد يكون هذا الرقم واقعي اكثر ممكن ان نقترب منه. فاذا انخفضنا تحته لمدة سبعة ايام خلال سبعة ايام تحت الخمسين فان يسمح للمحلات بعادة الافتتاح. ولكن لحد الان الرقم اللي عبيتم الحديث عنه لا يزال صامد هو ال 35. اما التعديل الجديد وبضغط من القطاعات الاقتصادية اللي طبعا التقوا مع المستشارة الالمانية. مياكل عن طريق فيديو كونفغنس. فالان على ما يبدو ان المستشارة قد تستجيب لهذا الضغط وهو السماح. بنفس الشي اللي صار بغينلاند فالس مقاطعة غينلاند فالس هو الكليك اند ميت. بحيث انه يسمح عندما تكون عدد الحالة تحت المية لمدة سبعة ايام. ان يسمح بالكليك اند ميت اللي هي ان المحلات الصغيرة تعيد الافتتاح ولكن عن طريق المواعيد. يعني بتاخد مواعد اون لاين عن طريق الايميل عن طريق الهاتف. بتروح المحل بتشوف البضاعة. يسمح لك بالدخول الى المحل طبعا مع انه تعطي عنوانك وترتدي الكمامة. فممكن تشوف البضاعة وممكن تشتريها طبعا في هالحال. لما بتخرج لازم يتم تهوية المحل والتعقيم وهالاشياء. على الاقل يعني السماح للمحلات بشكل او باخر للبيع. ولكن سؤال من يريد ان يشتري بهذه الطريقة وفي هذه الضغوطات. إذا هي النقطة المهمة الآن اللي عبتم نقاشها اليوم بشكل حاد. أن يسمح للأقل للناس بهذه الحركة اللي كليك اند ميت. النقطة التالية. إذا انخفضت عدد الحالات تحت المئة لكلمية الف مواطن. أن يسمح للمقاطعات مرة أخرى بإعادة افتتاح الموزين. يعني المتاحة في الجلاغين المعارض السولوجشون بوتانشيجيات الحدائق الحيوانات أو حدائق النباتات كمان. هذه تحت المئة. بالنسبة للرياضة أن يتم إعادة السماح بممارسة الرياضة يعني شخصين مع بعضهم. أو حتى للأطفال في النوادي الرياضية ربما على أن لا يزيد عددهم عن عشرة أطفال. وسنهم تحت الـ 14 وفي الهواء الطلق. أيضا إذا كانت عدد الحالات ربما تحت المئة أن يسمح بذلك. أيضا هناك نقطة غير واضحة بشكل كامل. يعني 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 يقولون. إن السماح بإعادة إفتتاح المحلات. بعدها بأسبوعين. يعني زلت عدد الحالات يعني منخفضة. أن يتم إعادة السماح للثياتر. للمسرح. الحفلات. الأوبان. يعني صلاة الأوبرا. والسينما. وكذلك الرياضة في الصلاة المغلقة. ويقصد بها هنا الفتنس شتوديو. فالسؤال هو. هل المقصود للإنسيدنس سالتبيت الـ 35؟ يعني بعد أن يتم إعادة السماح للمحلات بإعادة الإفتتاح. فإذا كان مقصود بذلك. فهذا يعني أنه لازم الإنسيدنس سالتنخفض تحت 35 لمدة أسبوع كامل. وبعدها يمر أسبوعين آخرين. بشكل أنه تضل الرقم تحت 35. وعندها يسمح بإعادة إفتتاح الأشياء التي ذكرتها الآن. ومنها أيضا صلاة الفتنس شتوديو. إذن القوانين اللي يتم الآن الحديث عنها فيهم سودة القرار معقدة جدا. وأن يتم من حيث المبدأ إعادة السماح لمحلات بايع الزهور. البوخانلون. المكتبات التي تبيع الكتب. وكذلك المحلات التي تبيع النباتات والشتلات. وهذه الأشياء أن يسمح لهم بشكل عام بإعادة الإفتتاح. مع تحديد عدد الزبائن المسموح لهم بالدخول حسب مساحة المكان. بالنسبة للمطاعم هناك أمل صغير. بأنه إذا انخفضت عدد الحالات لتحت المئة لكل مئة ألف مواطن. خلال مدة أسبوعين متتاليين. أن يسمح لهم باستقبال الزبائن في الخارج في الأوسن بغاش. يعني مثلا الطاولات الموجودة خارج المحل. بشرط أنه إذا جلس على طاولة واحدة أشخاص من بيتين مختلفين. لأنه نحن قلنا الكنتاكت بشخينون. سيسمحوا بالتقاء عائلتين على أن لا يزعون خمسة أشخاص. فلو افترضنا خمسة أشخاص من عائلتين حابين يلتقوا على طاولة واحدة في مطعم. أن يكون خضعوا للشنيل تيست أيضا كمان. وهي الاختبارات السريعة التي ستكون قريبا متوفرة في الأسواق. وأيضا الحكومة وعادة الوزيع الصحة أنه يتم أيضا توزيع مجانا أو إجراء الاختبار مجانا في الصيداليات والعيادات. أيضا هي إحدى النقاط التي تعطي أمل صغير للمطاعم بالسماح باستقبال الزبائن بشكل أو بآخر. وأيضا السماح بفتتاح بعض الأشياء بشكل إضافي اصدلت عدد الحالات مستقرة تحت ربما الـ 25 المقصود لمدة 14 يوم أن يتم إعادة السماح أيضا بالـ Freidzeit-Fahrenstaltungen. أيضا الحفلات الخاصة ربما قد يقصد بذلك حفلات الأعراس مثلا مثل 50 تايل نيمن. إذن يسمح بتجمع 50 شخص ربما لحفلة عرص ولكن في الخارج وليس في الصالات المغلقة. إذن نلاحظ فيه التعقيدات بسيطة وصغيرة يعني غير واضحة مئة بالمئة يعني وقد لا نصل لها أبدا يعني حسب الـ Incidental الحالي اللي نحن عم نشوفه حتى الاجتماع القادم لأنه التمديد لـ 28 ثلاثة كما هو في مسودة القرار الآن. أما السماح بفتاح بعض الأشياء الأخرى فالمطلوب أن يتم تبقى فعلا الـ Incidental الآن في النقطة الأخيرة مسكور تحت الـ 35 لمدة أسبوعين على الأقل وبعدها يمكن التفكير بالسماح بفتتاح أشياء أخرى. إذن نلاحظ أنه في شيء من الغموض وعدم الوضوح والتعقيد أيضا في النقاط الصغيرة يعني متى يمكن أن يسمح بإعادة الافتتاح. وبنفس الوقت عم نشوف رغم كل النقاط اللي عم يتم ذكرها ولكن نحن بعيدين كل البعد عن رقم الـ 35 أو حتى الـ 50 يعني. فشفنا في الاجتماع الماضي كمان كليتنا تأملنا أنه ينخفض عدد الحالات أو الإنسيدنس على تحت الـ 35 ولكن ما صار هذا الشيء. والآن أيضا غير متوقع أنه بيهسرها يعني خلال 3-4 أسبوع مرة أخرى أنه الإنسيدنس هل تنزل لتحت الـ 35. وخاصة في ظل أنه العديد من العلماء في ألمانيا بالعكس بيحذر من موجة ثالثة هم من عودة ارتفاع عدد الحالات. طبعا هذه لا تزال مسودة قرار يعني هذه النقاط ليست رسمية ليست كاملة ومن المتوقع يعني أنه اليوم نشوف طبعا الاجتماع أنه يطول ويطول يعني كالعادة في المرات الأخيرة. ربما حتى ساعات الليل العاشرة أو الحادي عشرة ليلا يعني ممكن يتأخل الاجتماع لحتى يتم اعتماد هالنقاط وهالقرارات. طبعا عديد من المقاطعات والجهة عبدالطالب بإعادة الافتتاح بغض النظر عن عدد الحالات الآن. طبعا هناك قطاع منزعي جدا شفتوا الآن أنا رأيت لكم القرارات يعني أو مسودة القرارات. لم يذكر قطاع السياحة نهائيا والانزعاج هو بعدم إعطاء أي أمل لقطاع السياحة بعادة الافتتاح. يعني السفر التنقل المطاعم الفنادق طبعا هالأشياء رحلات الطيران. لم يتم ذكر السماح بذلك يعني بشكل واضح وصريح وبالتالي حتى يعني ولا ضمن مثلا قرارات من وتحت الخمسة وثلاثين وهكذا. يعني هاي الأرقام إذن ما في أي خطة أيضا تم ذكره للسماح بعادة الافتتاح لقطاع السياحة والسفر. والآن رح ننتقل لرفض مفاجئ من قبل الحكومة الألمانية ربما أيضا من مياكل تحديدا لمقترح رئيس وزراء مقاطعة بايان زودا. أن يتم السماح بإعادة أو السماح بالتطعيم بلقاح أستخا زينيكا لكل من يريد ذلك. إذن تجاوز كل السن المسموح به أو المجموعات اللي عم يتم الآن تطعيمه. وأن كل شخص يعني يود الحصول على لقاح أستخا زينيكا أن يتم السماح له بذلك. أو تعديل حتى السن لذلك بين 18 وال65 متل ما بنعرف. فجاء هذا الرفض الآن على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبت يلي أعلن أنه مقترح ماكوز زودا مرفوض. وهذا يعني أنه رغم كل الأمال اللي تم إعطاءه وأيضا تحالفهم مع رئيس وزراء مقاطعة باعدن فيوتنباك يعني أن يتم السماح بتطعيم أستخا زينيكا الآن جو بها بالرفض من قبل الحكومة الألمانية المركزية. وهي كانت هم المعلومات من ألمانيا طبعا رح ننتظر أكيد ونشوف القرارات الرسمية اللي ممكن لسه تتعدل بشكل أو بأخذ تدخل أحيانا بعض التعديلات عليها البسيطة ليست الكبيرة عادة في شفنا في الاجتماعات السابقة ولكن قد يتم تعديل بعض الأشياء رح ننتظر ونشوف النتائج الرسمية الاجتماع اليوم وأكيد رح أنقلكم إياها مرة أخرى بشكل كامل فأتمنى أكون فتكوا من خلال معلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته